إنها علاقة متوترة كما وصفتها وفي هذه المرحلة بعد ما كنا نتحدث عن هلال شيعي يمد السلاح من إيران باتجاه غزة أصبح هذا الهلال يستخدم بطريقة عكسية إذ تنطلق الطائرات الإسرائيلية عبر هذا الهلال لتذهب وتضرب في العمق الإيراني لذلك انعكست الآية النظام السوري أمام حل من أثنين إما أن يستمر بعلاقته مع إيران وبالتالي يدفع التمن مثل ما دفعت حماس ومثل ما دفع حزب الله وهو طبعا غير مستعد أن يدفع هذا التمن الغالي ورأس النظام مصر على أن يبقى على كرسيه لذلك هو قدم مجموعة من التنازلات والتسهيلات وغض النظر عن كل الضربات الإسرائيلية التي تحصل سواء في أراضيه أو عبر أراضيه سيد مسعود كما تعلم حذرتك علاقات ما بين طهران وحكومة دمشق ليست محصولة في هذه الجانب فقط هل يمكن اعتبار فقط عدم مشاركة قوات الحكومة السورية فيما يسمى بوحدة الساحات أو محور المقاومة عدم مشاركتها في المعارك حتى عسكريا أو حتى أعلاميا كفيل بتخريب العلاقة ما بينها وبين طهران نظريا لم يكن يجب أن يكون كذلك وخاصة وأن حسن نصر الله قبل أن يتم اغطياله أعفى النظام السوري من المشاركة بالعمليات العسكرية وقال بأن هذا النظام لديه خصوصية ولديه وضع خاص تحتم عليهم أن لا يضغطوا عليه باتجاه المشاركة في هذه المعركة ولكن حسابات طهران مختلفة طهران تعتبر أنه هي القائد وهي من تقرر ويجب أن لا يكون لدى النظام السوري أي إمكانية لأن يقرر لنفسه بدون الرجوع للنظام الإيراني وهناك صراع خفي أيضا داخل سوريا ما بين الأخوين الأسد ماهر وبشار إذ أصبح معروف بأنه ماهر الأسد هو مقرب من النظام الإيراني ويمشي الأجندة الإيرانية داخل البلد بينما بشار أصبح يتقرب أكثر للعالم العربي وهم ينتظرون منه أن يقوم بمجموعة من الخطوات التي تسهل لهم عملية تثبيته على الكرسي الذي هو جالس عليه سيد مسعود في هذه النقطة كنت أود أن أسألك هل من الممكن أن نشهد سيناريو خارج عن سيطرة وإرادة حكومة دمشق بمما معناه مهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد من الممكن أن يتجه بمصار مخالف لرغبة حكومة دمشق وخاصة كما قلت حضرتك هو مقرب من النظام في إيران هو أصلا ماشي بهذا الاتجاه وهو انسحب باتجاه الساحل وهناك معلومات تقول بأن أخاه طلب منه الحضور إلى دمشق للتفاهم حول كيفية التصرف بالمرحلة القادمة إلا أنه خاف من أن يتم اغتياله ولم يحضر إلى دمشق إلى أي نقطة ممكن أن يصل إليها أو ينفذها مهر الأسد في هذا المجال سيد مسعود هل من الممكن أن يتحكم بالقوات العسكرية السورية ويدخل حقا في الخط العسكري ضد إسرائيل هو لا يستطيع أن يقاتل إسرائيل بشكل مباشر ولكن يستطيع أن يقوم بدور هابيل ضد أخاه قبيل في الشام وبالتالي هو سيقوم بما يمكن لتحجيم سلطة أخاه في الشام ولكن لا أعتقد بأن ماهر يستطيع أن يقوم بذلك في هذه المرحلة وخاصة وأن هناك كلام عن انسحابات لبعض القوات التابعة لحزب الله للمشاركة في المعارك وبالتالي هو في هذه المرحلة يجب أن يتكل على نفسه ليس هناك مساندة لا من حزب الله ولا أعرف لأي مدى يستطيع الحرس الثوري الإيراني أن يسانده سيد مسعود عدا عن الطرف الإسرائيلي على ماذا سيحصل الرئيس السوري بشار الأسد مقابل عدم مشاركته في هذه المعارك عدا عن إسرائيل وعدم التعرض وعدم مهاجمة النظام في دمشق هناك أطراف أخرى فعلا لا ترغب أن تدخل سوريا في هذا المسار على ماذا سيحصل منهم الرئيس السوري في المقابل إعادة الأعمار لسوريا وتثبيت حكمه نعم من روما نعم تفضل سيد مسعود أفضل ما يمكن أن يحصل عليه في هذه المرحلة نعم من روما مسعود محمد محلل سياسي ومدير موقع أخباركم أخبارنا في إيطاليا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر